شهد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين امضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة واحيلوا الى التقاعد في الاول من يناير 2016 وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسامة الجمهورية من الطبقة الثانية والذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في ادائهم لمهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والقى اقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما احاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم وحرصها على توفير كافة الامكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ونقل الفريق اول صدق صبحي تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحة للقادة الذين امضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والاخلاص والامانة لقد أديتم واجبكم في خدمة الوطن وخدمة قواته المسلحة كأعظم ما يكون الأداء وحافظتم على مسيرتها وتاريخها العسكري والوطني المشرف وتمسكتم بمبادئها وقيمها السامية النبيلة وكنتم أوفياء للمهام والمسؤوليات التي اطلعتم بها ووصلتم البناء والتطوير والتحديث واليوم وبعد أن أديتم واجبكم فإنكم تتركون وراءكم أجيالا غرستم في نفوسهم روح الولاء والانتماء للوطن والتضحية في سبيل عزته ومجده وصون كرامته وهم متسلحون بالانضباط واليقظة والاستعداد للبدل والعطاء وهذه هي شيام الرجال القوات المسلحة فليس من شرف يعلو على شرف الدفاع عن الوطن والزود عن مصالحه الولياء حضر الاحتفال الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم